يعني أنا ببديت زمان قبل ما بقى كاهن يعني فكنت ما كانش فيه الكشاكيل الفاخرة الموجودة دلوقتي ولا الموبايلات والحاجات دي كلها فكان الكراس عبارة عن 24 صفحة 24 ورقة يعني 48 صفحة وكان حاجة رخيصة فكنت جاي بكارتونة دفاطر مثلا هبتدي بسفر التكوين فأقرأ الأصحاح الأولاني وكتب يعني أشوف كتابك يعني يرشدني شوية لكن ما يبقاش هو كل حاجة في حياتي أحب أنا أعمل أقرأ وأشوف فمسلا هكتب البداية هي الخليقة يا الأصحاح الأولاني أنا أسميه اسم معين وهكذا والحاجة اللي تعجبني أعمل تعليق بس ما يزيتش عن أربع خمس تسطور علشان لو تكوم كميات كبيرة بشعرات تاني ولما بديت يعني للخدمة قبل الكهنوت أو لما بديت أشتغل وبعدين الخدمة في الفترة دي بديت أكتب ولما بكتب يعني أسجل إلى حد ما وأذكر يعني الحاجة اللي ما أنسهاش وأنا كنت بشتغل في البنك كنت في اسكندرية وكنت بحدد وقت معين قبل النوم أقرأ فيه الإنجيل عشان ما يضيعش يوم من غير الإنجيل وأكتب ملاحظات أو غيره وبعدين لقيت القديس أغسطينوس كاتب ملاحظات عن العهد الجديد بالإنجليزي أعدت ترجمة ومتذكر وقتها لما ترجمتها كنت لما دي فرصة كنت وقتها خادمة درس أحد في محرم بيه أطباحها بالاستنسل على حسب يعني الإمكانيات في الوقت ده فبديت إيه أفكر أعمل إيه فبديت نفسي بش جاييني نوم فقمت صليت بتقول له بس يا رب أنت عارف إن الشغل في البنك صعب وفيه التزام وما قدرتش أصهر ومش جاييني نوم عايزكت عايزني أطبع افتح لي الباب مش عايزني أطبع مش مهمة عندي بس أنا أحب الإنجيل وبالفعل كتبت اللي أنا أعايزه يعني بديت بأنمت وربنا سهل بيهت كل يوم أخد حاجة واكتبها فعملت كمية مش قليلة فروحت سألت شركة اطباعة مش مطبع مطبعة بالاستنسل قالوا لي نقدر نطبع لك ما أعرفش كام نسخة والمهم يعني مش صغي طبعا كانت كل حاجة رخيصة في الوقت ده فقال لي أحتاج ده دول حيكلفوك 20 جنيه كان 20 جنيه ده يعني رقم كبير فحطيت إيدي في جيبي مفيش 20 جنيه حسابي في البنك لأن أنا كمو أعظم في البنك لازم بالي حسابي ما بسيبش في حاجة فصليت كده وقلت له بص أنا عايزة أطبع ما عايزني أطبع أطبع ما أطبعش أنا بستفيد بيه فتاني يوم بعد الصلوة دي لقيت جاي جواب من الهيئة فوق البنك ما أعرفش كان اسمها إيه مجموعة بنوك مع شركات وأكتب كده بمناسبة مرور سنتين على الهيئة دي كل الموظفين هما انطلعين هياخدوا 10% يعني مكافأة 10% من الشهر المرتب شهر يعني بحدة أدنى 20 جنيه وبحدة أعلى 100 جنيه فطبعا أنا كنت لسه يا دوب بشتغل فبيقولي أن أنا هاخد 20 جنيه وأنت وطلعت أخد فطلعت دخلت الـ باكو وعلي اسمي وروحت للشركة اديتهم 20 جنيه وده أعلمني أن أسيب كل حاجة في إدربنا موسيقى موسيقى